وإذن مؤلينا عبر السكايب من كربلا عضو مجلس النواب الدكتور رياض المسعودي دكتور المسعودي مرحبا بك في نشرة العراق اليوم كنائب عن سائرون دكتور المسعودي كيف تنظرون إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني ضريف إلى العراق خاصة وهذه الزيارة تسبق زيارة مرتقبة للكاظمي إلى السعودية تمطهران بسم الله الرحمن الرحيم التحية لك سيدة الكريمة وإلى متابعيكم الكرام لا شك أن اليوم المعادلة قد اختلفت نوعا ما نسبيا اليوم إيران بحاجة ماسة حقيقة إلى نشاط اقتصادي عالي المستوى مع العراق حجم التبادل التجاري بين العراق وبين إيران يقترب من 12 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 25% من حجم الصادرات الإيرانية بالتالي الإيران لا ترغب أبدا أن تخسر الأسواق العراقية فيما يتعلق بالجانب السياسي يترتبط بعلاقات غير تقليدية طبعا مع العراق وبالتالي يتركز على الجانب الاقتصادي تخشى إيران في ذات الوقت من ملء الفراغ من قبل بعض الدول هناك أربع دول صراحة أعتذر عن مقاطعتك دكتور المسعودي لكن كان من الممكن مناقشة ذلك أثناء زيارة السيد الرئيس الوزراء الكاظمي إلى طهران لما هذه العجلة وأنه سبق زيارة الكاظمي إلى السعودية لا بد أن نوضح حقيقة أنه التومان الإيراني شهد الخفاض حاد في الأيام الأخيرة بالتالي غلق المنافذ الحدودية وقيام رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي بزيارات خاطفة للمنافذ الحدودية جعل من هذه الزيارات تدق جرس الانذار لذلك هذه الزيارة نعم هي زيارة غير تقليدية ولكن تأتي ضمن السياقات الطبيعية الكل يعرف أنه أولا وأخيرا هناك أربع دول ترتبط بالملف العراقي بشكل مباشر هي إيران وتركيا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية بالتالي الكل يسعى إلى ملء الفراغ وهذا طبعا خطوة إيجابية على الحكومة العراقية متمثلة بشخص السيد الكاظمي أن يستثمر هذا الظرف ويرتب أوراق السياسة الخارجية العراقية بما يضمن مصلحة العراق ومصالح تلك الدول ولا يكون طرفا طبعا في أي نزاع واضح دكتور مسعودي أود أن أستغل الوقت معك تحدثت دكتور مسعودي في تصريح لك بأن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية قلت سابقا أنها ستفشل إذا كان هدفها خلق توازنات هل برأيك أن زيارة الكاظمي للسعودية هي الوساطة بينها وبين إيران وإذا كانت كذلك هل نقل ضريف إلى الكاظمي رسالة إيرانية لينقلها إلى السعودية أبدا العراق ليس وسيطا ولا يرغب أن يكون وسيط هذه الدول تمتلك قنوات اتصال مباشر وذكر الرئيس ترامب في أكثر من لقاء أنه لا يحتاج إلى وسيط لترتيب علاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران أو بقية الدول العالم ونؤكد نحن في تحالف سائرون نحن لا نرغب أن نكون وسطاء نحن نرغب أن نصنع قرار عراقي نحافظ على السيادة العراقية نكون بعيدين عن التجاذبات وبالتالي نسعى إلى أن نحصل على مميزات اقتصادية وسياسية وسياسية خصوصا في موضوعة الطاقة لانتشاء العراق من أزمته الاقتصادية والصحية الخانقة بالتالي هذه الدول إن رغبت بحوارات فالقنوات الحوار مفتوحة فيما بين هذه الدول العراق عليها أن يهتم أولا وآخيرا بمصالحه لا نريد أن يكون سعات بريد أبدا نريد أن نكون دولة ذات سيادة وبالتالي نرتبط بعلاقات إيجابية مع الجميع من مبدأ يعني حسن الجوار من مبدأ المصالح المشتركة واضح وبالتالي علينا أن نكون واضحين جدا في سياستنا الخارجية هل زيارة ضريف والتي جاءت مثلما معلن لعقد اتفاقات تجارية بين البلدين أيضا هل هي جاءت أيضا لتخوف من إيران من تحول العراق وهو المستهلك للغاز والكهرباء الإيرانيين من تحوله إلى السوق السعودية أو الخليجية نعم لا شك في ذلك أن إيران تخشى على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولذلك رغب السيد ضريف في زيارة العراق بالحصول على ضمانات وتطمينات من الحكومة العراقية بمستواها التنفيذي والتشريعي والرقابي وأيضا زيارته إلى أقليم كردستان تأتي ضمن نفس هذا السياق وبالتالي لا ترغب إيران أبدا أن تخسر تلك المليارات من الدولارات وأنا ذكرت على العراق أن يستثمر حاجة إيران وبقية دول العالم إلى السوق العراقية كذلك من خلال زيارة السيد الكاظم المرتقبة غدا إلى الرياض عليه أن يفتح مستوى العلاقات بين البلدين لمستوى عالي وأن لا يكون العراق فقط مستوعبا للمنتجات تلك الدول عليها أن يتبادل بشكل واضح تجاريا اليوم الميزان التجاري 95 مليار لكن ما الفرق في ذلك دكتور المسعودي العراق هو مستهلك أصلا للبضاءة الإيرانية وليس هناك تبادل تجاري بينه وبين إيران هو فقط يستلم الصادرات الإيرانية ولا يورد إلى إيران أي شيء ما الفرق الذي سيحدثه هذا التعامل أيضا مع السعودية يعني الفرق سيدة الكريمة أنه في الأشهر الأخيرة بسبجاحة كورونا واتفاقية أوبك بلاس بتخفيض إنتاج النفط مليون برميل وستين ألف يعني يوميا من حصة العراق مع تراجع أسعار النفط جعل من العراق محرج في الاستمرار بعلاقاته التجارية بذات المستوى مع هذه الدول خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيران ولذلك دول عالم أو هذه الدول الثلاث مع المملكة السعودية ترغب بأن يبقى العراق سوقا ولكن السيد الكاظمي لديه استراتيجية جديدة بخلق توازن بالتبادل التجاري مع هذه الدول وليس من طرف واحد كنت معنا عبر السكايب من كربلا عضو مجلس النواب الدكتور رياض المسعودي شكرا جزيلا لحضرتك